اشتركوا في القناة سنرصد عن قرب أسباب هذه الانتخابات التكملية وسنقوم بتحليل المشهد السياسي كمحاولة لتقريب الصورة الحقيقية لكم مع ضيوفنا المشاركين في هذه الحلقات الخاصة في هذه الحلقة أيضا سنقف على أسباب هذه الانتخابات التكملية وعن الشبهات المتوقعة للطعن عليها لاحقا كما سنتكلم عن دور الإعلام وتأثيره على هذه الانتخابات وعن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير عليها سلبا أو إيجابا كما سنتحدث أيضا عن التيارات الشبابية ووجودها في هذه الانتخابات وعن تجربتهم التي لا تزال تحت المجهر باسمي واسمكم عزائي المشاهدين أرحب بضيوفي المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي عبدالوهاب العيسى ولكن مشاهدين قبل أن نبدأ هذه الحلقة خلنشوف معاكم هذا التقرير تشهد الكويت في السادس عشر من شهر مارس الحالي لانتخابات التكملية الثاني عشر لمجلس الأمة لاختيار مرشحيهم في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة والذين يتنافسون على مقعدين اثنين إثر إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد طبطبائي من قبل المحكمة الدستورية بعد صدور حكم بسجنهما من قبل محكمة التمييز ويتنافس واحد وستون مرشحا من بينهم خمس نساء على هذين المقعدين وتنص المادة الرابع والثمانين من الدستور على أنه إذا خلى محل أحد عضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخبها بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلوب وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وشهدت الحياة الديمقراطية الكويتية أول حالة للانتخابات التكملية في الفصل التشريعي الأول حيث تقدم النائب سليمان أحمد الحداد باستغالته من عضوية مجلس الأمة في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1964 وفي أعقاب ذلك أجريت الانتخابات التكملية الأولى في تاريخ المجلس في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1964 وكانت في الدائرة الانتخابية السادسة فاز على إثرها علي عبد الرحمن العمر بعضوية المجلس وفي السابع من ديسمبر عام 1965 تقدم ثمانية نواب باستغالاتهم من المجلس احتجاجا على إقرار قوانين اعتبرها مقيدة للحريات وهم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وأسليمان المطوع وعبد الرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي وإثر ذلك فاز بالانتخابات التكملية الثانية التي أجلت في التاسع من فبراير عام 1966 كل من أحمد عبد الجليل ونائف الخلايفي وراشد الهاجري وسلمان لذويخ وعبد العزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي وفي التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1966 أعلن النائب مضح النزال استقالته من عضوية المجلس وعقب ذلك أقيمت الانتخابات التكملية الثالثة وفاز على إثرها خالد المعصب بعضوية المجلس وشهد الفصل التشريعي الثاني عام 1967 استقالة سبعة نواب هم خالد الفيد وراشد الفرحان وعبد الرزاق الزيد وعبد العزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العتساني إثر بيان تقدم به مرشحون للانتخابات وأعضاهم في مجلس الأمة اهتجوا فيه على نتائج الانتخابات وبناء على ذلك أجريت الانتخابات التكملية الرابعة في العاشر من مايو 1967 وفاز بها كل من إبراهيم الميلم وأحمد العبد الجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخرف الاعتبي وراشد اسماعيل وغانم العميري وفي الفصل التشريعي الثالث وفي النائب على الثنيان الإذين الذي كان يمثل الدائرة الانتخابية التاسعة قبل افتتاح دور الإنعقاد الأول وتم إعلان خلوم مقعده في الحادي عشر من ديسمبر عام 1971 وأجريت الانتخابات التكملية في التاسع من فبراير عام 1972 ليفوز بها فالح لصويلح الذي مارس دوره النيابي منذ بداية ذلك الفصل وأقيمت الانتخابات التكملية السادسة في السابع من شهر أبريل عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة عشر حمود ناصر الجبري بعضوية المجلس وفي التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين في الدائرتين لانتخابيتين الرابعة عشر والسادسة عشر وأحكمت المحكمة الدستورية بالصحة هما لتعاد بذلك الانتخابات في تلك الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الأمة وفي أعقاب ذلك فاز المطعون ضدهما مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بالانتخابات التكملية السابعة ليعودها إلى مقعدهما النيابيين وشهد العام 1997 ثامن انتخابات تكملية إثر تقدم مرشح الدائرة الحادية والعشرين سعدول الاعتبي بطعنين حكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بإبطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكملية في التاسع عشر من فبراير من ذلك العام عاد بإثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجري وخالد العدوى إلى مقعدهما النيابيين وشهد الفصل التشريعي التاسع طعن مرشح الدائرة الحادية والعشرين النائب السابق خالد العدوى بنتيجة انتخابات مجلس الأمة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون حماد الاعتبي وعلى إثر ذلك أجريت الانتخابات التكملية في تلك الدائرة في الرابع والعشرين من يناير عام الفين وكانت التاسع هي في تاريخ الحياة النيابية في البلاد وأفاز بها النائب السابق خالد العدوى الانتخابات النيابية التكملية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في البلاد كانت في العام الفين وثلاثة عشر وجاءت في عقاب تقديم خمسة نواب لاستقالاتهم وإعلان خلو مقاعدهم وهم رياض العتساني والدكتور عبد الكريم الكردنيري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم وعلى إثرها فاز كل من عبد الله يوسف المعيوف وفارس الاعتبي وأحمد القضيبي وأحمد لاري ومحمد الرشيدي فيما كانت الانتخابات الأحدى عشر التكملية فجاءت في عام الفين وستة عشر عقب وفاة النائب نبي للفضل وإعلان خلو مقعده وعلى إثرها فاز النائب عبد الله الخميس في الانتخابات التكملية عن الدائرة الثالثة أرحب مرة أخرى بضيوفي الدكتور الصالح السعيدي والإعلامي عبد الوهاب العيسى وأهلا وسهلا فيكم في تلفزيون الراي طبعا البيت بيتكم دكتور مقدم ومساهم في برامج انتخابات على تلفزيون الراي يعني مو غريبة عليك المشاركة في تلفزيون الراي وأيضا عبد الوهاب العيسى قدمت برامج انتخابات وساهمت في الانتخابات في تلفزيون الراي وأنت من الشباب اللي تركوا بصمة في الإعلام الكويتي وأنا اليوم سعيدة أني أحاورك لأنه يعني عادة أنت مذيع وأنا مذيعة اليوم إن شاء الله راح تكون ضيف إن شاء الله أنا أتوقع أنك راح تاخذ دوري شوية يعني ما أقدر أنا ممتعود أنسئلي يمكن أن أدحرك واسأل الدكتورة أوجه لها سئلة لا اليوم ركز اليوم أنت ضيف لازم أذكر نفسي فنبتدي مع الدكتور السعيدي في البداية نود أن نعرف المشاهد من داخل وخارج الكويت عن أسباب هذه الانتخابات التكملية لمجلس الأمة 2019 طبعا معروف أن هذه الانتخابات التكملية استحقاق لقرار مجسمة بلقاء أو شغور عضوية النائبين وليد الطاطبائي وجبع الحربش وبالتالي حكما سقط شغر المقعدان وأصبح هناك لزام على المجلس إجراء انتخابات تكملية خلال 60 يوم من شغل المقعد وهذا شيء مثل ما ذكر التغريب أنه حدث أكثر مرة بتاريخ الكويت لكن القاعدة المعروفة في الكويت والتي دائما معادلة الانتخابات التكملية مختلفة تماما عن الانتخابات العامة العادية نعم بس تكتور هو حدث أكثر من مرة بس هل هذه المرة الأولى التي تصير انتخابات تكملية بسبب خلو مقعد لنواب بسبب حكم محكمة جسولية هذه أول مرة تصيب كل الحالات السابقة كانت إما حالة وفاة أو حالة استقالة لكن هذه المرة الأولى التي تمت فيها تطبيق هذه الفقرة وهذا جاء بعد أن أبطرت المحكمة الدستورية حكم المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس ونصت على عدم جواز التصويت على العضوية من قبل مجلس الأمور أنت كنت متوقع هذا الشيء دكتور لا واجب اللي يقولك توقعه الحكم المحكمة الدستورية هو كان الفارق نغير طريقة من لكن لأن حتى النواب لا قبل الحكم ما كان مطروحة يعني إلا بعد ما قدم طعن في المادة 16 قبلها المجلس صوت على إسقاط العضوية وثبت العضوية بفارق صوات بسيطة لكن المجلس التصويت الأول كان ماشي على أساسه كل الأراء كانت على اعتبار أن هذا بعد التصويت المجلس على أبقاء العضوية كان انتهت القضية لكن الطعن اللي تم هو قبول المحكمة الدستورية الطعن وقرار لعدم دستورية المادة 16 من لاحة داخلية أعاد تغيير المعادلة مرة أخرى وأصبح لزام على المجلس أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية أولا ثم تطبيق نص المادة وحكم المحكمة الجنائي واعتبار المنصبين شاغيرين نعم دكتور هل من الممكن أن تكون هذه الانتخابات عرضة للطعن بسبب عدم فتح القيود الانتخابية من قبل وزارة الداخلية والتي عادة تفتح كل فبراير من كل عام هل ممكن أن يكون هناك طعن خاصة أن أحد المترشحين لهذه الانتخابات وهو محامي قال أن السبب ترشحه في هذه الانتخابات هو لكي يطعن لاحقا في الانتخابات لأنه غير مسجل في القيد الانتخابي ممكن لأن هناك باب ليطعن على اعتبار أن القيود الانتخابية وهي حق أصيل للناخبين لم يمنح هذا الحق على أساس أن لا يجوز في القانون أن يفتح باب الانتخاب القيود الانتخابية بعد صدور مرسوم الدعوة لكن الإشكال وين صاير؟ أن هناك خمسة أيام بين موعد الدعوة المفترض السنة وهو واحد فبراير الأول فبراير كانت كل جزارة الداخلية كل سنة في بداية فبراير تدعو إلى تفتح القيود الانتخابية في كل المراكز وبين مرسوم الدعوة الذي صدر في خمسة فبراير أنا أعتقد أن هذه الخمسة أيام الفارق هي الباب للطعن ومعمومًا خلال يومين يكون هناك جلسة للنظر في الطعن وهذا سي يرسم ملامح الانتخابات التكميلية وحتى المجلس الحالي بأكمل إذا ما قبلت للمحكمة الطعن وتم جراسته أعتقد أنه إذا في حال قبولها الطعن من حيث المبدأ من حيث الموضوع مثلما في اللغة القضائية أو اللغة القانونية فقد يبتح الباب إلى احتمالات مختلفة تماما نعم بس دكتور يعني هناك يقال كرأي قانوني أن هناك للانتخابات العامة هناك مرسوم ولانتخابات التكميلية هناك قرار من وزارة الداخلية وفي حال صدور القرار هنا لا يعني يمنع القيد يعني يكون باب القيد مغلق هل هذا صحيح؟ مدام صدر مرسوم الدعوة لا يجوز فتح بقودة الانتخابية لكن الحديث هو عن الفترة بين موعد السنوي للدعوة لدعوة الناخبين وهو 1 فبراير وبين صدور مرسوم الدعوة فيه 5 فبراير فيه فارغ زمني هذا ممكن المدخل للطعن نعم هل يعني كانت هناك سوابق لانتخابات تكملية في نفس هذا الوقت؟ صارت في انتخابات 2016 في الدائرة الثالثة كانت انتخابات تاريخ 20 تم وقف القيود الانتخابية إلى غاية يوم 20 في يوم 21 تم فتح وتم الطعن عليها دكتور؟ لانها فتحت بعد اليوم انتخاباتها لكن هناك ناس تتساءل يقول ليش ما طيب انتخابات 16 مارس وآخر يوم للسجل الناخبين هو 20 مارس ليش ما تفتح يوم 17 إيه لماذا؟ ليش؟ هو الجواب لأن القرار قيد الناخبين وتسجيله في شهر فبراير أما شهر مارس هي الفترة الثانية وهو الإضافة تسمى الإضافة اللي هو النقل والإضافة وبالتالي لو في يوم واحد لو انتخابات هذه التكملية حدثت في يوم فرضا 27 فبراير وفتح باب قيد الناخبين يوم 28 فبراير لكان استمر التسجيل حتى في شهر مارس لكن بما أنه لم يفتح ولو يوم واحد في شهر فبراير إذن لا يمكن فتحها في شهر مارس وبالتالي تعطلت العملية بأكملها نعم وهذا كنوع من تحصين الجداول من الطعون أو من مثلا يعني انتقال الأصوات لا 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 هذا التزام بنص قانون لا يجوز فتح من قيود الانتخابية فيه بعد صدور مرسوم الدعوة نعم معنا اتصال من الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي معنا دكتور يا أهلا أجيزة أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا وسهلا دكتور هل هذه الانتخابات هي عرضة للطعن قانونيا الانتخابات في مجملها لا هذه الانتخابات تكملية فقط الآن بسبب عدم فتح القيود الانتخابية من قبل وزارة الداخلية الآن لنوضح بأن هناك مبدأ معروف في النظم الانتخابية أنه عند الإعلان عن انتخابات تجمد أو لا يشارك فيها إلا من كان اسمه واردا في الجداول التي تمت مراجعتها نعم وهذا المبدأ ينص عليه القانون الكويتي في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة إذن لا يشارك في الانتخاب من هو اسمه غير مقيد في الجداول النهائية وتقفل الجداول على الذين أسماءهم واردة فيه وقت الإعلان عن الانتخاب بقي من الناحية الثنية هل يمكن أن نقفل الجداول ونخضعها للمراجعة الدورية ظاهر النص إذا أخذنا بالقراءة الظاهرية للنص لا يجوز فتح الجداول ولكن ممكن جدا التوفيق بين المبدئين بحيث يكون هناك مراجعة دورية للجداول ولا يشارك من تراجع أسماءهم في الانتخابات وفي نفس الوقت يتكون هناك قيود مثبتة يشارك أصحابها في الانتخاب نعم يعني دكتور المحامي المرشح إذا يعني طعن في هذه الانتخابات رح يخسر هذه القضية؟ يعني النتيجة حتمية؟ لا إذا كان لا 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 الانتخابات التي سوف تجرى لا يوجد ما يبرر للاعتقاد بأنها غير سليمة هي سليمة نعم فقط فقط البحث هل يمكن التوفيق بين النصين ظاهر القراءة يقول تقفل الجداول تغلق الجداول ولكن ممكن وهنا نحن بصدد اجتهاد أن تفتح الجداول دون أن يشارك من تعدل أسماءهم في الانتخابات هذه لا يشارك فيها إلا من كان اسمه واردا في الجداول النهائية التي تم مراجعتها نعم وأصبحت نهائية في نهاية الشهر الخامس الفائت نعم دكتور محمد الفائلي الخبير الدستوري شكرا جزيلا لك هل في أي تعليق أكتب وضح للدكتور أنه الذي يتكلم عنه تم تطبيقه فعلا في انتخابات المجلس البلدي 2018 نعم 2018 من سمح له بالتصويت هم فقط من سجلوا في 2017 نعم هو كلامه صحيح وكلامه رده على المحامي الصحيح أن المحامي لا يستطيع أن الآن يسجل ويطلب أن يشارك بالتصويت حتى بعد يعني حتى لو شهر نص أبريل منتصف أبريل موعد انتهاء الطعون الطعون وتنشر في الجريدة الرسمية تصبح قابلة لكن الحديث هو عن مبدأ قلق أو عدم فتح القيدة الانتخابية هنا الحديث ليس عن أن من يحق للتصويت هذا المبدأ الذي يتكلم على الدكتور طبق فعلا في 2017 2018 في انتخابات المجلس البلدي انتخابات المجلس البلدي صارت في شهر شهر خمسة لكن من تم السماح له في التصويت هو في شهر من تصوت من سجل في 2017 الذي سجل في 2018 لم يسمح للتصويت في انتخابات المجلس البلدي رغم أنها صارت في شهر خمسة 2018 نعم وضحت الصورة في هذا الموضوع ننتقل لك عبدالوهاب هناك بعض التيارات المشاركة في العملية السياسية الحالية لم تشارك في هذه الانتخابات وأيضا يعني هناك أسماء عادة تشارك في الانتخابات لم تشارك في هذه الانتخابات التكملية وكونك أنت دائما فعال في كل الانتخابات سواء من تقديم البرامج أو من ناحية تجارية من إعلانات وغيرها وأنت طبعا تعرف ما يدار وراء الكواليس لماذا يعني عدم المشاركة في هذه الانتخابات يعني أبدي أول بفرشة موسعة يعني أول انتخابات عشت تجربتها كانت مجلس 2008 انتخابات 2008 وبعدها 2009 وبعدها 2012 و12 و13 و16 ست مجالس وانتخاباتين أو ثلاث تكميلية والملاحظ بأن مع الأسف الشديد من دخلنا في 2012 وتكلم أنا بعد يعني التغير في منصب رئيس الوزراء ودخلنا مع مجلس المبطل الأول وإحنا يعني ندخل في سادس انتخابات أو خامس انتخابات اللي الناس تشك فيه يعني دستوريتها وعدم ابطالها وهذا مؤشر خطير يعني بغض النظر عن كلام الأساتذة اللي يسبقوني يمكن يتكلمون أكثر من ناحية الإجرائية ومن ناحية القانونية إنما من ناحية السياسية ومن ناحية مع الأسف أصبح من العادة السياسية لدى الكويتيين الآن بالحديث عن شرعية الانتخابات أكثر من الحديث عن الانتخابات نفسها اليوم تلفزيون الراي يبلش أولى حلقاتها تكميلي 2019 أول محور في أول حلقة هل هذه الانتخابات بالعامية صجية ولا مو صجية هل إحنا كمواطنين لما نروح نشارك في الانتخابات هذه ستحصن أصواتنا وتحصن إرادتنا ولا سيتم سيتم إبطالها وهذا نظرا للتجربة السابقة عندما أبطل يعني هذه ثالث انتخابات نعم المجلس فصاروا الناس يتكلمون في شرعية الانتخابات كل مرة خوفا من أبطال كل الانتخابات هذه ثالث انتخابات نحن ما تكلم عن شبهة الأبطال أنا تكلم عن هذه ثالث ست مرة هذه ثالث انتخابات نشارك فيها كمواطنين بحكم محكمة وليس بمرسوم حل أو فض دور انعقاد وهذا ما هو مؤشر جيد وهذا المؤشر ما بدأ معانا إلا من بعد سنة 2012 نعم قاعد نشوف بأن إرادة الأمة في كل انتخابات أصبحت يعني أمام محك الناس في مزاجيتها يعني أنا قتلت شاهد التغير حتى في حماس الناس الانتخابات من 2008 إلى 2019 الآن صار لنا 11 سنة ونحن نمارس هذا العمل وكل سنة مع الأسف نحن في تراجع أعتقد على نواب الأمة وعلى التيارات السياسية اللي اليوم قاعد تقرر عدم المشاركة رح أرجع أنا حكسوالك تطرح اليوم أفكار وحلول بديلة قبل الله نفكر منه التيارات اللي بتشارك واللي ما رح تشارك منه التيارات اللي بتقاطع ما رح تقاطع أعتقد إحنا لازم نحصن العملية الانتخابية بشكل عام نحصن إرادة الأمة انفراد والتداخل في السلطات اللي حاصل اليوم في الكويت ما لازم يستمر يعني ماذا تقصد بالتحصين أنا أقصد بأن إحنا مثلا دستورنا على سبيل المثال هو دستور فرنسي وأخذناه من الفرنسيين مع بعض التعديلات يعني الكويتية الفرنسيين ترى ما عندهم محكمة دستورية تفصل في الطعون وتبطل الانتخابات وتبطل إرادة الأمة الفرنسيين عندهم المجلس الدستوري المجلس الدستوري تشارك في قراراتها الأمة وتشارك السلطة القضائية وتشارك السلطة التنفيذية الآن بوجهة نظري من أهم الأولويات إنشاء المجلس الدستوري كمديل عن المحكمة الدستورية ما يصير أنا كمواطن اليوم أمامي انتخابات ما أدري إذا هذه الانتخابات صجية ولا مصجية ما أدري إذا راح يتم إبطالها ولا لا لازم أشارك في الانتخابات وهي محصنة مسبقا من يوجه الدعوة للانتخابات في فرنسا المجلس الدستوري وبالتالي الناس تشارك في الانتخابات ضامنة مئة في المئة بأن لا يمكن الإبطال لأن الطعن راح يرجع للمجلس الدستوري اللي هو نفسه وهل يعني حكم المحكمة الدستورية عبد الوهاب غير كافة هي الإجرائية والقانونية والدستورية ربما قد يكون سليم وفي ناس بالقانون يمكن هي تفسر أكثر مني لكن أنا ما أتكلم إذا كان اليوم الإجراء صح ولا غلط على الورق يمكن يكون صح لكن على المبادئ السياسية ما هو صحيح بوجهة نظري لا يمكن أن تأتي محكمة وتبطل الانتخابات المجلس الدستوري الفرنسي أو يمكن أنا مرة هم تكلمت عنه في السوشيال ميديا يمكن أن تكلم عن السوشيال ميديا أن يجب للأمة أن يكون لها دور في صدور الأحكام الدستورية لأن ترى الأحكام الدستورية سميرة مو مثل أحكام الجزاء القاتل يقتل ويعني الأمور تكون واضحة الدستور فقه والفقه قابل للتفسير وقابل للتأويل وبالتالي ما حنا بحاجة فقط إلى قاضي كي يصدر حكم بناء على نص نعم أنا رح أضطر أطلع بهذا الكلام القوي والساخن رح أطلع فاصل ورح أرجع لك فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا معاكم مشاهدينا في أولى حلقات تكملية 2019 مع الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي عبدالوهاب العيسى عبدالوهاب أنا قطعتك عشان الفاصل قلت كلام مهم جدا ولكن يبدو أنك تطالب إلغاء المحكمة الدستورية نعم المحكمة الدستورية صدرت بقانون سنة 92 يمكن أن يصلح لدكتور يعني قلو إحنا عشنا 40 سنة من الحياة السياسية ودستورية بدو محكمة دستورية المحكمة الدستورية صدرت بقانون 92 وصار عندنا محكمة دستورية اليوم يعني القانون صدر برحم المجلس الأمة وبي يعني مقترح من مجلس الأمة نعم الآن المحكمة تبطل يعني أحكام المجلس وطالب بشكل واضح بإلغاء المحكمة الدستورية وتشكيل المجلس الدستوري المجلس الدستوري يشمل السلطة القضائية كل تقدير واحترام ومن الواجب أنها تكون موجودة في المجلس الدستوري يشارك فيه في المجلس الدستوري مجلس الأمة بحيث يكون للناس رأي في تفسير الفقه الدستوري وأيضا السلطة التنفيذية بحكم أنها إحدى السلطات الثلاث تكون من ضمن المجلس الدستوري والسلطات السلاف تشارك المجلس يمثل عنه في المحكمة الدستورية مجلس أمه إذا صار في أي قضية أمام المحكمة الدستورية الحكم يصدر من المحكمة الدستورية منفردة وبالتالي ما لي رأي أنا كمواطن داخل أحكام المحكمة الدستورية يعني أنا لما شخص يقتل شخص آخر مو بالضرورة أنا كمواطن يكون لي رأي في الحكم نفسه نكتفي بحكم القاضي إنما في الأحكام الدستورية والسياسية من حق الناس أن يكون لها رأي عبر ممثلينها أعضاء مجلس الأمة مو بس أتكلم عن حكام حتى حق مراسيم وإشراف على الانتخابات إذا صار عندنا مجلس دستوري لا يمكن أن يطعن أحد بأي انتخابات ياية في المستقبل لا يمكن يكون عندي شك أنا كمواطن أن هذا المجلس راح يكمل يعني راح يطرح راح ينتهي بالكامل دكتور هل تأييد عبدالوهاب في هذه النقطة؟ والله دلطاحة أخي عبدالوهاب يعني فكرة يعني صراحة لي أول مرة تطرح فكرة أن الاستعاضة عن المحكمة الدستورية بمجلس سوري وهذه مطبق في دول متطورة والقصد من اللي يقولها أخي عبدالوهاب فكرة أن التحصين يكون مسبق لأنه يعني لو تخذينا من الجانب النفسي والمزاج يعني مثل دائرة الثانية والثالثة هذا دائرة الثانية سادس انتخابات خلال سبع سنين والدائرة الثالثة سبع انتخابات فالناس أصبع عندها يتولد الشعور هذا عندها يعني بالضرورة أن يكون ملل من العملية الانتخابية وعدم جدوى أو الشك في انها استدامتها ثانيا أضيف اللي قال أخي عبدالوهاب أنه فكرة أن تطبيق فعلي الفصل بين السلطات يعني حتى مع الاحترام للمحكمة الدستورية إلا أنه تبقى دائما فكرة أن تكون من هي السلطة التي تطق على السلطة هذا دائما فكرة فصل بين السلطات هاجس لكل النظم الدستورية والقانونية وإذا ما تم هذا راح يوقف عملية الإبطال وراح يوقف عملية استبعاد المرشحين لأننا نعرف أنه دائما تحصل هذا الأمر وهذا الأمر لا يربك فقط الداخبين يربك حتى المرشحين انتخابات الماضية تم استبعاد شط مرشحين وتم إعادتهم وبعدين تم وقف استشكال لغاية اليوم الأخير من الانتخابات قبل 48 ساعة من الانتخابات ما كان حد يعرف أنه هل يستمر أم لا يستمر هذا الأمر سيقضى عليه إذا كان هناك مجلس دستوري ينظر مسبقا وبشكل مبكر يفلتر العملية الانتخابية وحصنها وهذا الشيء الوحيد اللي ممكن يؤدي إلى أن تستمر المجالس لمدة أربع سنين بشكل طبيعي إن المجلس يستمر أربع سنين هذا يعطي أيضا للناخب أو المرشح فرصة إنه يشتغل على مهل أو يعمل على مهل بدل فكرة إن المجلس دائما فكرة الحل قادم الحل قادم إما طعن أو نتيجة استشكالات قانونية أو لتصادم مع الحكومة وهذا يؤدي إلى أن تصبح العملية السياسية معرضة لأن تكون فيها نعم الفكرة يعني وضحت الآن برجع لسؤالي لماذا عزفت بعض التيارات المشاركة بالعملية السياسية الحالية عن المشاركة في هذه الانتخابات التكملية يعني لكل تيارة أسبابها الخاصة في عدم المشاركة الانتخابات التكملية غير الانتخابات العامة الانتخابات العامة هي يطغى عليها الخطاب السياسي يعني الأجواء تكون مختلفة الانتخابات التكملية هي لعبة مقاعد ولعبة ديلات بين قوسين وبالتالي التيار اللي يكون عنده مقعد موجود على سبيل المثال في مجلس الأمة ما هو من صالح أنه يشارك ويحط مقعد ثاني وبالتالي يواجه إشكاليات في الانتخابات العامة التيار اللي خاسر مقعده هو اللي يحرص أنه يشارك بكثافة مثلا عندنا الحركة الدستورية عبر مقعد جمعان الحرب بيش تشارك بقوة في الانتخابات الحالية الانتخابات السابقة ما شاركت الدكتور الحمد المطلوب الانتخابات السابقة ما شاركت كانت مقاطعة للانتخابات يعني لكل انتخابات تكملية لها ظروفها الخاصة وأعتقد العين دائما تكون للانتخابات العامة لا أحد يريد يحرق أوراقها أو يلعب في كل أوراقها في الانتخابات تكملية هل يمكن بعد الانتخابات صارت العملية مكلفة؟ تأخذون منهم واحد عدايات؟ لا يعني صاروا يخشون فلوسهم حق الانتخابات العامة؟ يعني التيارات السياسية ما عندها مشكلة يعني صرف إعلاني ويعني فما حس أن موضوع المادة يكون عائق والذي يملك خطاب قوي اليوم يقدر يأثر في السوشال ميديا والسوشال ميديا فضاء مفتوح نحن نتكلم في محمر كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا أرجع للدكتور السعيدي كيف تفسر عودة بعض المعارضين إلى المشهد الانتخابي مرة أخرى؟ بعد صمودهم لفترة؟ العودة صارت 2016 2016 ما زالوا يعني فيه ناس يحاولون يردون إلى المشهد السياسي لا لأن فكرة المقاطعة في مجتمعاتنا غير يعني غير ممكنة أو غير بالنهاية تضح أن أغلب المقاطعين عادوا عن قرار المقاطعة وشاركوا في الانتخابات يعني بقى فقط عدد ونحترم قرارهم في عدم مقاطعة لأنهم محترموا نفسهم محترموا قناعاتهم لكن فكرة المقاطعة في أنظمة سياسية واجتماعية على النمط اللي سائد في الكويت صعبة يعني إنك إذا أنت ترفض المشاركة تعزل نفسك وهذا الأمر ممكن يتحمله سنة سنتين ثلاثة لكن على المدى الطويل وبعد إصرار الحكومة والسلطة على إغرار الصوت الواحد بعد ما حسن في قرار إذا حرم نفسه من أن يؤدي هذا الوظيفة أو يمتنع عن هذا هو يعني صار أصبحت جزء من تركيبة النفسية وتركيبة الشخصية نعم وحتى عملت الانتخابات في ناس عندهم إدمان للانتخابات يعني نلاحظ أسامي من الثمانينات وتترشح وتستمر في الترشح في كل مرة وحتى الآن مصرة على أنها تستمر السياسي والعضو طبعا نتيجة أشياء كثيرة نتيجة الشهرة والمزايا والانتيازات يكون لها دافع في الحفاظ عليه لكن تتكلم عن القوة السياسية أيضا هو قوة السياسية ليس صالح أن تغيب لفترة طويلة عن المشهد السياسي لأنه تشطب نعم أسألك عبدالوهاب بما أنك أنت شاب وتمثل شريحة كبيرة من الشباب التيارات السياسية التقليدية في الكويت عندها كوادر شبابية ولكن يعني ما تزج بهم إلى العملية الانتخابية يعني عندهم صف ثاني وثالث بس ما يعطونهم هذه الفرص لماذا؟ يعني أنا أول شيء أعتقد أو أشك أن يكون عندهم صف ثاني وثالث جاهز أنا أعتقد عن مثل ما قال الدكتور في نوع من حالة الإدمان أنه يرشح نفسه كل مرة في أي أي تيار سياسي لأن هذا أحد الأسباب إنما يعني يطلع وجه جديد إلى الساحة السياسية يعني شوفي اليوم أنت الانتخابات السابقة أستثني طبعا الحركة الدستورية هم من ناحية التنظيمية الأفضل على الساحة لكن كل التيارات السياسية بكل أطيافها ما أستثني منهم أحد ما في أحد يملك القدرة والجرأة ولا عنده الاستعداد أن يشارك بالصف الثاني لأنها ما عندهم شباب جهزوهم وشيابهم ما هم قادرين يهدون الكرسي كل التيارات بدون استثناء التيارات الشيعية التيارات الإسلامية التيارات الليبرالية كلهم تشوفين الأسماء تتكرر وتشوفين الشباب قاموا يتفللون منهم وقاموا ينشقون كل الشباب اللي فازوا قلنا نستثني الحركة الدستورية وهم شباب كانوا مستقلين التيار السلفي قاعد يخسر مقاعدة وقاعد يتوهق لأنه ما عنده صف ثاني شبابي التيار الإسلامي الشيعي نفس الشيء التيار الليبرالية والتيار الوطني أيضا ما قاعد نشوف صفوف شبابية ثانية لأن هذه التيارات وهذه التنظيمات السياسية ما نبنت على أساس أنها أحزاب وبالتالي يكون فيه انتقال سلس للسلطات داخل الحزب نفسه طيب أين دور الشباب؟ يعني إذا أم حاسين الشباب بأنهم نوعا ما محاربين أو أن ما عندهم فرصة للدخول لهذه الانتخابات وين دورهم الشباب اللي خنقول المنظمين اللي كانوا مع هذه التيارات السياسية خنقول منذ الصغر وينهم؟ ليش ما يطلعون إلى الشباب؟ الشباب بدأوا يطلعون الشباب بدأوا يطلعون الشباب اليوم أهم اللاعب الرئيسي في الانتخابات في السابق كان الأبو يأثر على عياله اليوم العيال يأثرون على الأبو هذا شفناه في انتخابات 2016 وراح نشوفها بشكل أكبر في انتخابات 2021 نعم أنا راح أكمل معاك هذه النقطة دائما الفاصل لي عندك ولكن بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدينا وأسنعود رجعنا مشاهدينا بهذه الحلقة مع الضيوف الكرام الإعلامي عبدالوهاب العيسى والباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي رجع لك عبدالوهاب قبل الفاصل قلت أن الشباب الحين لهم الدور الأكبر في توجيه العملية الانتخابية نعم نحن نشوف كانت فترة من الفترات في مجموعات شبابية كبيرة أطلعت وكان لها دور في توجيه حتى الرأي العام الآن أثلت هذه المجموعات بل تغيبت تماما عن الواقع السياسي والمشهد السياسي كثير من المجاميع الشبابية أحبطت نتيجة التقلبات السياسية الأخيرة التي صارت في العشر سنوات الأخيرة نعم وفي كل مرة ينصدمون الشباب الواقع وما يستمرون في العملية السياسية أما ما حصل في مجلس 2016 أو في انتخابات 2016 رد أحيا نسبيا وجزئيا الموجة الشبابية وهذه المرة الأولى التي لا تكون بس بقيادة الشباب أيضا بقناعة الناس يعني قمنا نشوف حتى كبار السن يقولون صوته وحق الشباب وهذه هو اللي دفع بعدد كبير من نواب الشباب اللي يفوزون في الانتخابات هذا الأمر أعتقد أنه راح يستمر وإذا نكمل على موضوع التيارات السياسية أي تيار سياسي لا يشارك بشبابه في انتخابات 2020 لا أعتقد أن حضوظها راح تكون زينة أنا أتكلم عن كل التيارات بكل فئاتها 2020 لازم الكل وكل التيارات تشارك بمرشحين شباب راح يكون باقينا فقط 15 سنة لتحقيق رؤية 2035 هذول الشباب في 2035 راح يكونون في عز شبابهم وتوسط أعمارهم أقل من 50 سنة في 2035 وبالتالي هم أولى وأحق في التشريع للمشاريع المستقبلية للدولة لا تيبون لنا 2020 مجلس كبار سن وشياب يشرعون لنا 2035 اللي إحنا اللي بنعيش فيها نعم بس هو يعني عبدالوهاب هو مو يعني العامل الأساسي في التشريع ليس السن هي الخبرة والكفاءة مو صحيح لا صحيح مو دائما دائما أنا قلت شيء مو شرط الشاب هو يكون يعني ذو حكمة وعنده رؤية صحيح عنده يعني بعد نظرة لكن التحديات التحديات اللي موجودة واللي قاعد نشوفها بالعالم اليوم تحتاج مشرعين شباب قائمة أثرياء العالم اليوم أهم كلهم شباب من قطاع التكنولوجيا اليوم مشروع الجزر اللي قاعد تسوق الحكومة كل مبني على قطاعات التكنولوجيا الحكومة تروح وقاعد تتفاوض مع علي بابا أنه يكون عنده هاد كورتر في الكويت وإلى آخره فأنت تبي شباب يعرف يتكلم نفس اللغة صح كلامك من الناحية النظرية بأن الخبرة وإلى آخره لكن في هذا الزمن وفي الدور الكبير اللي قاعد تلعب فيه قطاعات التكنولوجية والتحديات الاقتصادية اللي قاعد تواجه بلدنا نحن بحاجة إلى شباب يخاطب العالم باللغة الحديثة وبالتالي أنا مستعد أضحي في شوية الخبرة اللي كسبوها من سبقنا في المجالس السابقة أيضا نحن بحاجة إلى نخبة سياسية جديدة ما عندها صراعات نعم أنتقل إلى الدكتور هو بس تعليق على أكرم الأخب صح فكرة الشباب هو عمر الشباب يختلف السياسي يعني عمر البلوجي للشباب هو عقل من 30 سنة لكن السياسي أولا لا يحق له التصوير انتخاب قبل عمر 30 سنة نعم ونادرا قليل من الأعضاء اللي ينجحوا هي أولى الثلاثة المجلس الحالي فقط طرعت يعني فالعمر الشبابي السياسي شاب سياسي يتأخر العمر يوصل إلى 45 سنة بدليل أن مثلا الآن في الحصائية الناخبية 30% من الناخبية الكويت لسوتون أقل من 35 سنة يعني القاعدة الأكبر هم من الشباب 30% فقط لكن المخرج كم واحد نائب في 2016 ظهر أو نجح عمر أقل من 35 خمس نوع فالفكرة أنه موشيخ نتفق على عمر الشباب السياسي ما هو الشباب اللي تقدر أن هذا شاب سياسيا عمر 40 سنة يعني هذا يعتبر شاب فكرة اللي قلتها أن الثقة بالخبرة والنضجو هذا موجود يعني على اعتبار لكن دائما يكون وجود الشباب دليل الانتخابات اللي فاتة 2016 نجح ثلاثة من شباب دائرة الثالثة عبد الرحمن بابطين وحقه مراكز تقدم يوصف الفضالة نعم وأحمد الفضل وأيضا نجح مربطة طبائي بالثانية ونجح الدوسري ناصر الدوسري هو من أصغر الأعضاء في الدائرة الخامسة بالمحصلة أن الحصة الشباب موجودة يعني موجودة موجودة لكن أيضا فكرة الشاب السياسي يعني مو فقط لأن شاب الناس بتصوتهم لا لازم هذا ما يقدم المضمون بالضبط المضمون الذي قدمه والقدرة على تسويق الأراء والقدرة على تفكيل يعني الكفاءة هي تأتي في المقدمة الشيء الثاني بعد تتكلم عنه أن عودا إلى ما ذكرنا عن كثرة الانتخاب كثرة الانتخابات تولد فكرة أن هذا العظوم مثلا يعني خلال أربع سنة أو أبعثا خلال 12 سنة مفروض يكون ثلاث انتخابات نعم لكن فعلي ينشت انتخابات يعني تخيل المرشح يمرت في الديوانية أو يبي انتخابات ست مرات خلالها فكأن تضاعف العدد فالناس ملت يتخيل المجلس الحالي فيه أعضاء حاليين من مجلس 81 وفيه كثير من الأعضاء من مجالس 92 و96 فهذا وكثرة النزول في الانتخابات تكرار الانتخابات هذا تولد الرغبة في التغيير ودائما لاحظنا الانتخابات الماضية بس عندهم يعني قواعدهم صحيح قواعدهم انتخابية أصواتهم فدائما تتقل معهم من مجلس إلى مجلس صحيح صحيح يعني هم هذا دور من الأشباب لكن هذا السلوك وهذه الممارسات ما عادت موجودة بكثرة من الانتخابات مثل اللي نحن شفناه في مجلس 2016 أنا مو بس شذي سميرة أنا قاعد أطالب أكثر من شذي أنا أطالب أن حتى حق التصويت يكون يبدي من عمر 18 سنة بدال 21 أنا قاعد أزور الناس اليوم وقاعد أفر في الدواوين وقاعد أشوف حالة الإحباط الكبيرة عند كبار السن يتعاملون مع الملفات يعني صار عندنا جيل مدمر سياسيا بالكامل ومحبط إنما لما نزور الشباب ونقعد معاهم الشباب اللي أعمارهم 18 19 20 21 ليما 30 35 تشوفين الأمل في عيونهم تشوفين الطموح تشوفين التحدي تشوفين أنه ليه الحين فيهم روح في بناء كويت جديدة هذول الأولى أني أنا أمكنهم أن يروحون يصوتون في الانتخابات الياية لمن يكون عمره 18 19 20 أحسن ممايني واحد محبط عمره تجاوز الخمسين يروح يصوت بناء على مسرح لأنه خلاص أصبح فاقد فاقد الأمل في العملية السياسية تغيير ثوري في طاني الانتخابية نحن بحاجة إلى تغيير ثوري في الانتخابات هذا ستكسب الأعمار هو صغيرة لكن ستخسر لأمره خفوق الخمسين لا لا أنا بغض النظر عن ما نكسب ما نخسر أيضا أنت وجهت نوع من الاتهام لمثلا الكبار في أي تيار سياسي بمحاربة الشباب وعدم تشجيعهم للنزول إلى الساحة السياسية أيضا هناك اتهام للشباب بأنهم أهم نفسهم يهمشون دور المرأة أيضا أهمة ما يخلون المرأة تطلع إلى هذا المشهد كيف ترود على هذا الاتهام يعني في علامات واضحة لما نحن نقول أن التيارات السياسية لا تتمكن الشباب في أنهم يمسكون مقاعدهم وأكد على كلامي أيضا الدكتور صالح السعيدي لما قال بأن اليوم الشباب أو الشياب أسف ضيعت النقطة لكن اللي أنا بوصلها بأن في شواهد أنهم لم يكنون الشباب لما نشوفهم من الواحد وثمانين ومن الاثنين وتسعين ينزلون لكن الشباب لم يكنون النساء شنو الشواهد شنو الدليل أنا لما أقولك أن تيارات سياسية لم يكنون الشباب أنا عندي أدلة أقولك شوفيهم آخر خمسين سنة متى شاركوا شباب بس اليوم من يقول أن الشباب لما أنا أقول ترى شباب ترى أنا ما أقصد الدكور أو الرجال بس حتى في المجاميع السياسية التي ظهرت الشبابية ما كان فيه وجوه نسائية يعني كانوا متصدرين المشهد واللي كانوا يبون يدخلون العمل السياسي كانوا كلهم من الذكور صحيح بس هو خلف تجمعات الشبابية خلف الرجال يعني ما كان فيه دعم لنساء في هذه التيارات التيارات السياسية منظمة التجمعات الشبابية ما هي منظمة سمير اللي أنا أقدر ألومها أن ليش المشاركة ما في هيكل فأنا الآن بروح أحاسب منه في أمين عام للشباب أنا أروح أقدر أكلمه في مجلس إدارة للشباب أقدر أكلمه ما فيه وبالتالي من بين الشباب ما نشوف يعني يعني حتى دكتور أنت حين أيتها عشان الشباب والذكور أثنينكم صرتوا عليها لا أنا أحرد عليكم ولكن تحت الهوى فاصل وشاهدين وسنعود كلها طلعتني فاصل كلها فاصل رجعنا معكم مشاهدين لاستكمال المحاور في هذه الحلقة نرجع للدكتور السعيدي دكتور تكلمت عن انتخابات في الدائرتين الثانية والثالثة وقلت بأنه هناك في الدائرة الثانية صراع بأوجه متعددة والثانية الدائرة الثالثة صراع إسلامي لبرالي كيف توصلت إلى هذا التحليل هذا يعني نتيجة للمكونات الاجتماعية والسياسية نتيجة المخرجات المعروفة في الدائرة الدائرة الثانية فيها تقسيمات بلوكات انتخابية قبلية في مناطق صلابيخات والدوحة والقرناطا والقيروان وفي كتلة شيعية في أكثرها في القاتسية والمنصورية وصلبخات والدوحة وفي كتلة في تيار إسلامي في شقه السلفي والأخوان الحركة السورية وفي تيار لبرالي متجدر في الدائرة وموجود وكان لهم ممثلين وبالتالي هناك دائما يعكس هذا تمثيلة النواب العاشرة البثرة والدائرة من كلها التشكيلة هذه في نائب شيعي في نائب من حدس في نائب مقرب السلف اللي هو محمد المطير مدعوم السلف وكان دائما الدائرة هذه فيها ينجح السلف عبدالطيف العميري آخر انتخابات 2012 كان عبدالطيف العميري وخالد بن سلطان وكان فيها أيضا التيارات الليبرالية كان في 2012 محمد الصقر وفيه أيضا التيار المحافظ يعني هذا كل خليط المكونات الاجتماعية والسياسية موجودة في الدائرة نعم أما الثالثة الثالثة فيه طبعا التيارين الأساسيين فيها التيار الإسلامي والتيار الليبرالي لأن لو لاحظنا راجعنا دائما ننقيس على 2012 لما كانت فيه انتخابات شاملة وواضحة نعم كان فيها مصنفين على أنهم الليبراليين مصنفين على المسلمين وفيه نواب خدمات وممثل للشيعة الكتة الشيعية وفيه كتة الغبائل لكن كتة الغبائل في السلابيخات أكثر تنوع وتعددة في أكثر من قبيلة لها ثق الانتخاب بالتالي المنافسة هي لحجم القوة الكتة الناخبة للقبيلة أو الطائفة أو حجم التيار السياسي هو اللي يحدد مصار المعركة وانا أعتقد هل هو صعب التكهن بمن سيفوز بهذه الانتخابات كثيار الانتخابات التكميلية دائما صعبة الاعتبار أن انتخابات لو خذينا قياس 2016 انتخابات الدائرة الثاثة من كان يتصور أنه رغم النجاح الأول يحصل على 7200 صوت على قصك علي الخميس علي الخميس نعم وفي الثاني 4800 صوت وما نجح فالصوت الانتخابات الصوت الواحد عموما يجعل غير موازين وانتخابات مقعد واحد تغير المعادلة يعني ورغم النجاح يختلف على فكرة رغم النجاح في انتخابات العشر أصوات يختلف عن رغم النجاح في الصوت الواحد دائما الصوت الواحد مرتفع الدائرة الثانية في 2014 كان الأول 2400 صوت و2016 في عشر أصوات كان العشر ألف سبعمية خمسين التالي ان الآن متوقع رغم النجاح في الدائرة الثانية يتجاوز 3400 صوت الآن هذا حسب الإحصائيات تقديرا الآن والثالثة ممكن يوصل إلى 3500 الى 4000 نعم عدروهاب قلت في تغريدة طويلة لك على تويتر في الكويت نحتاج أن نصنع تقديريا مليون وظيفة فقط في عشر إلى خمستعش سنة القادمة لنحمي الجهاز الحكومي من التضخم الوظيفي ونصنع قطاع خاص حي وقوي وفعال وننقذ البلد من أزمة البطالة تعتقد أن يعني للمرشحين يجب أن تكون أزمة البطالة يعني من أهم البرامج في جدولهم الانتخابي أو برامجهم الانتخابية يعني هذا الملف يكون أهم ملف عندهم لاستقطاب الأصوات الشبابية تتفس أن الأزمة هذه مسوية يعني تأثير كبير على الشباب يعني نحن مو بس نتكلم عن موضوع البطالة الملاحظ في آخر عشر سنوات وفي آخر ست انتخابات وفوق المئات المرشحين اللي احنا التقينا معاهم مع الأسف الشديد يعني الفاسد والمصلح نعم يقدم ويشخص نفس المشاكل ويقدم نفس الحلول خطابنا السياسي وأغلب المرشحين نعم خطابات كلاسيكية تقليدية ما في أحد قدم يعني فكر سياسي جديد نعم من ناحية الخطاب وأعتقد بأن التحديات القادمة اللي راح تواجه الكويت في العشرين سنة القادمة تحديات مختلفة عن اللي احنا واجهناها في العشرين سنة السابقة وأيضا الحلول هي حلول يجب أن تكون ذكية ومختلفة ما عادت الحلول اللي بس حط فلوسك وحلها المشكلة تنفع اليوم قاعد يبنون مستشفيات ضخمة وما هم عارفين شلون يشغلونها اليوم نحن بحاجة إلى حلول ذكية لا تكلف الكثير وتعالج الكثير من القضايا تغريدة اللي ذكرتها كانت ردت فعل على تصريح أعلنت عنها علي بابا وقالت أن نحن وفرنا أربعين مليون وظيفة في 2018 عبر تجزئة موقع صيني واحد موقع واحد وفر أربعين مليون وظيفة في سنة واحدة نحن بحاجة في الكويت في خمس سنة مليون واحد يعني شفتي بساطة الموضوع لما يروح بحلول ذكية ويتبنى هذه الملفات شركات إلكترونية عملاقة تطلع من البلد تشجعها الدولة ويكون لها دور كبير في اقتصادها بإمكان القطاع الخاص أن يعالج كثير من تعاني منها نعم دكتور صالح تعتقد ما هي أبرز الملفات التي يجب أن تكون مطروحة على الحملات الانتخابية أو البرامج الانتخابية بالملاحظ أن أغلب الشعرات وطروحات المرشحين هي مثل ما تفضل لخارب اللهابية مكررة ومعلبة يعني جاهزة ممكن هي يكرر ما سبق من إعلانات أو شعرات أو أهداف أو أفكار وبالتالي السؤال الأكبر هل يمكن أن ينفذ ما يطرحه يعني فكرة الوعود الانتخابية دائما الوعود الانتخابية والتعاهدات هي مقياس المحاسبة في الدول المتقدمة والديمغراطية أن نشوف الآن ترامب بمعارك اللي يخوضها الآن في كل القضايا معركة الجدار بسبب عودة التخابية بناء على معركة التجارة التفضيلية مع الدول الخارج هي بناء على وعودة انتخابية تالي هذا الثقافة قائبة في الكويت أن المرشح نادى في معظم الأوقات لا يلتزم بكل ما طرحه خلال الحملة الانتخابية ومع كثرة الانتخابات وتكرارها الناس حسة أن الكرام يعني ممجوج ومكرر وأصبح يعاد بصيقة مختلفة وما في أمل هذا الشعور الإحباط أعتقد أن مولد الحكومة أعطد لها دور في قصة أن إفشال المجلس وضعافها لأهداف أعتقد أن بالنهاي المحصلة سلبية حتى على الحكومة ضعف المجلس يضعف الحكومة وليس قويها نعم أيضا بدأ أنك تكلمت عن الحكومة طبعا المال السياسي ظاهرة من مظاهر السلبية التي تصاحب كل انتخابات في الكويت تضحك عبدالوهاب هذا الابتسامة شوما الدليل أنه سيكون لها حضور قوي في هذه الانتخابات أيضا لماذا؟ وسانا قبل الله أدشح لهذا المحورة يعلق على كلام الدكتور بعد ذنة حول جزئية الوعود الانتخابية مع الأسف كثير من المرشحين عندما يصيرون نواب يعتقدون بأن تنفيذ الوعود الانتخابية من خلال تقديم كتاب مقترح بقانون إلى علام الكندري الأمين العام ويقول أن أتقدم لكم بهذا المقترح ويدش الدواوين عقبها ويقول يا جماعة أنا بريد ذمتي قدمت كل المقترحات التي أنا وعدكم فيها والمشكلة ليس فيني المشكلة في المجلس لأنه لا يدش في اللجان وإلى آخره وإنما هذا عمل برلماني تقليدي كلاسيكي لا يمكن أن يعني الواحد يحقق وعوده بهذه الطريقة يعني في أعرق الديمقراطيات في أمريكا لا يتوقعون أن النائب الأمريكي لما نأتي له فكرة أو مقترح بقانون جيد يروح للكونغرس ويصف قول له وثاني يوم يقروا له قانونه لا وظيفة السياسي والنائب أن يكون لوبيست يصنع تحالف ولوبيات لتمرير القانون وليقص على الناس ويقول أنا بس قدمت كتاب مقترح بقانون حق علام الكنديري ونطرع وعاد أنتو متى رح توصل هذه المقترحات أو لرئيس مجلس الأمة أو لرئيس مجلس الأمة إنما تقديم القوانين وتقديم المقترحات في الكويت مع الأسف هو أول الخطوات إنما في الدول المتقدمة السياسية يكون آخر الخطوات بعد التنسيق مع وسائل الإعلام وجمعات ضاق وإلى خده هذا الشيء مو فقط منهم أمهم مضطرين يسوون هذا الشيء لأن هناك مثل ما قل الدكتور في مقالك هناك فردية الآن في العملية السياسية في المجلس الممارسة السياسية فيها فردية لا يوجد تكتل راحة التكتلات لا يوجد أحزاب طبعاً بطبيعة الحال فرح يضعف النائب أيضاً في تحقيق وعودة الانتخابية هذا شرح لما قال لخ عبدالوهاب إن فكرة اللوبيست أو الجماعات أو الكتل أو الجماعات الضاقفة هي أن النائب يكون كتل هذه الكتل غابت على المجلس الأممارحان كتل برلمانية ما فيه صار أصبح النائب فقط يعمل لواحدة وهذا اللون فيها سلبي النواب أول أنا أعتقد النواب أنا من البداية قلت في أول بداية المجلس أتكرر في حلقتنا حلقة كانت معاك في 2017 الشهور الأولى قلنا إن المجلس بدون كتل برلمانية سهل للحكومة راح تكون سيطر عليه لأنه فرضت بالنواب هذا اللي حصل كانت أول انطباع الأول انطباع قوي المجلس يعني أسقط وزيرين وزيرين الشيوخ كان وكان قوي والحكومة هذا يعطي الحكومة وفرصة لهم عودا على كلام ليس على المال السياسي أعتقد صوت الواحد لها سلبيات سلبيات كثيرة مثل المال السياسي يعني موجود قبل الصوت الواحد لا 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 من ميزات الصوت الواحد أنه حجم من المال السياسي شنون طبعا صوت الواحد يعني كرس القبلية وليس بالقبلية الأفخاد وكرس الطائفية وكرس الجماعة وغاب الشعار السياسي صار هناك فراق سياسي عند الناخب فقط ينفع جماعتها ويركز على جماعة معينة وبلوك معين لأنه رغم النجاح تراجع يعني في ألفين صوت تنجح في مناطق وثلاث تلاف بالأخصى لكن في السابق كان عشر تلاف يحتاج إلى أنه يكون ممثل لأكبر قدره لكن المال السياسي شلون أثر عليه صوت الواحد يعني في دائرة من أحد الدواعات في أربع تلاف صوت ألفين وستمائة صوت عفوا تم أبطاله لأن الناخب اختار ثلاث مرشحين أو أربع مرشحين هذا في ثلاث مرشح طبعا الناخب مغايب عنه صوت واحد لكن بما أنه حلف لأكثر من الناخب أنه يعطي صوته فاضطر أنه يوفي بقسمه وسجله لأنه دليل أنه حجم شوفي المعروف عنهم والناس كلها تعرف المشهور عنهم بشراء الأصوات حلوا في براكز متأخرة كاد يسكتون في أكثر من دائرة ونعرفهم فهذا دليل أن الصوت الواحد أدى إلى ربكة في قصة المال السياسي نعم بس رح ينظم ممكن أنا أول تجربة كيف هو معه بس تعتقد عدلوهاب أن الحكومة جادة بوقف هذه الظاهرة خصوصا أن جمعية الشفافية أعلنت من خلال المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة لها عن فتح باب استقبال المتطولين الراغبية بالمساهمة في مراقبة الانتخابات التكملية في 16 مارس هل تعتقد أن هذه الخطوة تبين جدية الحكومة؟ لا جمعية الشفافية ما لا علاقة بالحكومة المسؤول عن محاربة المال السياسي هي الجهة المشرفة على الانتخابات اللي هي الحكومة هي اللي تنظم الانتخابات وأكبر داعم للمال السياسي ومن يصرف المال السياسي ونواب المال السياسي اللي إحنا قاعد نشوفهم هم أطراف محسوبين على الحكومة وبالتالي لا يمكن أنه حارب المال السياسي دام أنه من يرعاه ومن يحمي أو المسؤول عن محاربته وبالتالي في كل انتخابات قاعد ينعاد نفس المحور بدون أي نتيجة هذا قرار ما إحنا نوعي من خلال وسائل الإعلام إنما هذا القرار لازم يطلع من الجهات العليا في الجهاز الحكومي أهموا اللي يأخذون هذا القرار نعم عين على فكرة يعني مراقبة الانتخابات طبعا هذه خطوة مشكورة أن المجتمع المدني يحاول أن يرغو لكن فكرة الشراء لا تصير علنية يعني لا تكون بالمقرر الانتخابي أمام الناس بالعلم لها ترتيبات عالم سري بعالم باطني تماما مختلف طبعا الحكومة ردا على جزئية المجلس الدستوري لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيها بنسبة 100% في الكويت إلا لما تكون الجهة المشرفة والمنظمة جهة محايدة ما يهمها إذا أطراف محسوبة على الحكومة تفوز ولا تخسر لكن لما الحكومة هي اللي تدعو للانتخابات وهي اللي تشرف على الانتخابات لا يمكن أنها تكون جهة محايدة لأنها هي أصلا من صالحها أن في أطراف تفوز في الانتخابات وفي أطراف تسقط في الانتخابات علشان تريحنا قاعد مطالب بالمجلس الدستوري اللي هو يكون المسؤول عن إشراف والدعوة والتنظيم للانتخابات لأنها راح يكون جهة عليا محايدة ما يهمها من يفوز من يخسر نعم راح نطلع بفاصل آخر مشاهدينا ونعود رجعنا معكم في هذه الحلقة مع الضيفين الكريمين الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي نسيت اسمك العلامي عبدالوهاب العيسى بما أنك إعلامي ودخلت أنت في أكثر من مجال في الإعلام وطبعا تفاعلت كثيرا مع الإعلام الجديد ممكن بس تعطينا نبثة عن هذا الإعلام الجديد وتأثيره الآن على الانتخابات يعني ما في شك بأن انتخابات 2016 كان اللاعب الرئيسي فيها إعلاميا كان سوشال ميديا بس قبلها خلنشوف البدايات البدايات كانت مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حملة انتخابات 2008 وهو أول من يعني تبنى أو وضع استراتيجية خاصة لأنه يقود حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حصلت لي فرصة في 2012 بأني أزور السوشال ميديا تيم من باراك أوباما وألتقي فيهم وشفت العملية كيف هي تكون بحجم تنظيم كبير السوشال ميديا فتحت الباب لكل الناس أن يكون لها نافذة إعلامية في السابق كان عندنا الرائق والوطن والقبس والأنباء إذا ملاك الصحف هذول أو ملاك القنوات منعوني كمرشح أو وضعه فيز عالي أني أنا ما أقدر كمرشح أني أنا أدفعه لا يمكن يكون لي يعني تواجد إعلامي عبر المؤسسات الإعلامية سوى الدواوين وندوات وإلى آخره السوشال ميديا فتح الباب للجميع أن يكون له منصة إعلامية مستقلة محايدة بدون تكاليف أقدر أنا أني أوصل فيها رسالتي وخطابي السياسية وأسوق عن نفسي سياسيا بس عبد الوهاب يعني في يحين نواب إنجحوا فقط من السوشال ميديا يعني أغلبهم إلى الآن يتجهون إلى الإعلام التقليدي يتجهون الإعلام التقليدي ما قلت أن الإعلام التقليدي ليس أن一个 مؤثر سؤال كان عن السوشال ميديا لكن في كل انتخابات يزيد تأثير السوشال ميديا ويقل الإعلام التقليدي بل أن الأكثر اليوم يشارك في الإعلام التقليدي لأنه يعطي قوة شكلية بمعنى أنا اليوم أطلع في مقابلة بالرأي ليس بهدف أن الناس تشوفني الآن على الهواء كثير ما يهمني أني أنا أقطع أني كل مناسبة جيدة أني أقصص المقاطع وأنشرها في السوشيال ميديا تلقيها أنهم يهتمون في المقاطع التي تنتشر بالسوشيال ميديا أكثر من الناس اللي يشوفونها وشوفها يمكن أن تتقيسينها على نفسك اليوم يمكن المقابلات الفيدباك والله شفناه الج فيديو بالإنستجرام منشور لمحاورتي أو لقابلتي أو لقابلتي هذا عادة يعني خنقول مثلا فئة الشباب ولكن الفئة ما خنقول السياسيين أو المهتمين بالسياسة لهم برامجهم وإلى الآن يتأثرون في الإعلام التقليدي بس بعد عشر سنوات ما رح يبقى منهم شيء في قلب مركز الإعلام الجديد اللي هو اللي اخترعه الراية المتحدة الأمريكية آخر إحصائية لثقة الأمريكيين في وسائل الإعلام أو عن طريق مؤسسات سواء صحفية أو تلفزيونية لكنها أصبحت فردية كل شخص يستطيع أن يصبح منصة وهذا سهل عملية التواصل وعملية الانتشار لكن أيضا من باب آخر فتح جانب سلمي وهو باب الإشاعات وباب الأكاذيب وباب الأخبار المغلوطة والزائفة واللي يعاني منها فأصبح النائب بكثر ما يستفيد من توزيع أو نشر بياناته أو أخباره في وسائل التواصل أيضا يعاني من الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تنشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي هذا أيضا هذا يعني حتى الآن فيسبوك والتويتر وغوغل وحتى واتساب يحاولون تقييد الأخبار المزيفة نعم بس دكتور مع احترامي لرأيكم نحن عارفين أن هناك حقيقة بأن أغلب يصوتون بالكويت يصوتون للطائفة للعنصر للقبيلة للفئة فما رح يهمه ما نقال عنه في مواقع التواصل الاجتماعي مدامنا من قبيلته أو من جماعته أو من نفس مذهبة هذه العقلية الدارجة عند التصويت تأثير قياس تأثير يعني أنت تتكلم عنهم التأثير حتى عبد الوهاب هذا ممكن يصير في الدول الأوروبية ممكن في أمريكا يتأثرون بالسوشال ميديا بهذه الطريقة ولكن إحنا عندنا الأساس للتصويت هو صحيح الأساس هو العرق المذهب الجماعة الفئة هذا الجانب موجود لكن أيضا موجود الناس التي تقتنع فيها أشخاص معينة وهذا موجود بدليل أن هناك أساس تنجح يعني ليس على أساس طائفة أو أساس قبيلة لكن هذا مؤثر مؤثر يعني ضر مثلا في فيديوات انتشرت قبل الانتخابات الفاتت أيام بسيطة أثرت على مرشحين لاحظي أيضا بس القلة دكتور مو الأغلبية يعني وفق مخرجات الانتخابات الأخيرة ما كان من تأثير السوشال ميديا كان مكرس نفس الكلام أرجع لأتكلم عن جانب مهم وهو جانب أن الآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي غير أنها غيرت صار صباح التواصل فردي صباح كل شخص أصبح منصة أصبح مؤسس الفردي أصبح جريدة أو أصبح منبر علامي منبر علامي بذلك كان عندنا خمس جرائد وخمس خنوات صار عندنا ثلاث تلاف أربعة تلاف منصة علامية لكن هذا أيضا ولد اللي يسمونه الشعور اللحظة إن الإنسان يعيش اللحظة سرعة الخبر يعني مثلا الخبر يطلع يوصلك مثلا متأخر ساعة ما مليت يقول أين منصبح شايفته تخيله في نفس اليوم كأنه قديم صار أثر أيضا في عملية التدافع عقلية القطيع يعني مثلا إن أي خبر يحصل ياخذ رائع عام أو ياخذ هاشتاغ المعنيين الفاعلين بالسياس سواء النواب أو وزراء أو مسؤولين يشعرون لما يشوفون إنه في نواب أخذوا موقف معين فالكل يتدافع إنه يسبق الثاني للموقف بدليل مثلا خير دليل على موقف استجوابات استجوابات في استجواب الشيخة سلمان الحمود محمد عبدالنبارك أسقطوا عبر تويتر أنا معاك دكتور لكن ما سنسقطوا؟ نحن نتكلم عن الانتخابات تحديدا نتكلم عن نغطية أرجع جدا نعم وسقطوا عبر تويتر إنه قلعت المجموعة الأولى من النواب اللي طرحها واتقها بعدين صار سباق هذا يتكلم عن تأثير اللحظة إن وسائل التواصل الاجتماعي تلغيع شعور بالزمن تجعل الإنسان أسير الحاضر حتى الماضي ينقطع معا يعني يصبح الأشياء اللي قبل شهر تصبح وين قديمة أو شهرين فهذا تأثير على الانتخابات لا يأثر كانت لا تنسي أن الانتخابات الصوت الواحد فتت تكثير من القبائل بالعكس الآن أصبح القبائل خاصة القبائل الكبير المقادرة تنظم انتخابات أو تفلتر عدد العضاء المرشحين ينزل ثلاثين وعشرين مرشح فحتى الطائفة الطائفة ينزل منها أكثر من واحد ما في ما عاد هناك يعني نظام دقيق إلى أن فقط هذا الشخص يمثل قبيلة أو هذا الشخص يمثل الطائفة بس حتى الدكتور إذا تكلمنا في إطار التأثير على العملية الانتخابية هل هناك رعاية حكومية لهذا التأثير الغير مباشر من خلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني هناك حسابات مدفوعة من الحكومة من جهات أخرى تأثر على العملية الانتخابية أول شيء بس جزئية برجعة جزئية الأولى أذكر في حملة النائب عبدالوهاب البابطين في آخر 48 ساعة نشر فيديو مؤثر جدا وأعلان ذكي ورائع وأثر حسب كلام يعني ناس مقربين يعني بنسبة أصوات كبيرة يعني تساوي المئات وساعد هذا الفيديو بشكل كبير أن يحصل عبدالوهاب البابطين ويقفز إلى المركز الأول في الدائرة الثالثة فنعم السوشيال ميديا مؤثر وكل ما لو يزيد تأثير انتخابات عشرين عشرين يمكن واحد ينزل بس بالسوشيال ميديا ويفوز في الانتخابات فهو كيرف قاعد يصعد الحكومة طبعا هذا الكلام ما عندي دليل ولكن بحكم عملنا في هذا المجال نقدر نشوفه الحكومة مع الأسف الشديد يعني اتجهت في طريقين لمحاولة في المحاولة على السيطرة على السوشيال ميديا بشكل عام أولا من خلال الجرائم الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية ونحن نشوف ثنين ثلاثة شباب يدغشمرون ويبعض بالواتساب ينسك واحد منهم ثلاث سنين وأربع سنين فكان قانون يعني وايد صراحة قاسي قاسي على الناس هذا وقاعد يمارس اليوم أكبر نيابة هي نيابة الإعلام ربع يعني الناس كلهم رح يرادين على نيابة الإعلام فأعتقد من ناحية القانونية حاولت الحكومة للتضييق على الناس وعلى حرياتها في السوشيال ميديا نعم في ممارسات خاطئة من واجب الدولة والقانون أن يحد من هذه الممارسات لكن نعتقد أن في أمور أصبح مبالغ فيها من الناحية الثانية نعم في أطراف حكومية تدفع المال وتشتري الحسابات لمحاولة في التأثير على الرأي العام وأنا أعتقد بأن هذه الحسابات مكشوفة ومعروفة وكل ما له والناس ترى ما تتأثر فيها الناس ترى واعية وصاحية وتعرف الحساب المأجور اللي مدفوع له واللي يحاول أن يشوه على الناس ويأثر على توجهات الرأي العام كل ما له تأثيرهم ينخفض وهذه سياسة حكومية ما هي جديدة من عمر الدنيا والحكومة على صعيد الكتاب وعلى صعيد الصحف وعلى صعيد القنوات ونتمنى أن يأتي اليوم اللي تعي فيها هذه الحكومات بأن ليس هذه الطريقة المناسبة والحديثة في التعامل مع وسائل الإعلام سواء التقليدي أو الحديث نعم دكتور هل تأيد الأخ عبدالوهاب عندما قال هناك وعي من الناس بهذه الأخبار المزيفة أو الإشاعات في حين أننا نشوف أن هذه الإشاعات تتداول وتضطر وسائل الإعلام التقليدية لمثلا تأكيد الخبر أو نفية يتجهون إلى الوسائل التقليدية أنا لم أقلت عن الإشاعات أنا قلت الحسابات التي تشتريها الحكومة الناس تعرفها الحسابات التي تشتريها الحكومة الناس تعرفها لكن الإشاعات موضوع آخر في حال ورود أي خبر سواء حساب حكومي أو حساب غير حكومي نحن نشوف أن هناك نوع من يعني ما في هذا الوعي الكبير لأنه يعني يتجه إلى مثلا الإعلام التقليدي أو المسؤول أو محطات إخبارية معروفة عشان يتأكد من الخبر يروح على طول يصدق الخبر الذي لا يعرف مصدر الحساب الإخباري هذا منه لا توجد ثقافة البحث يعني الناس أصبحت تنسخ نسخ فقط يعني يعادة رتويت للخبر أو للرسالة بدون تيقم منها في أحيانا أشياء يعني أمثلة كثيرة في أخبار قديمة صار لها عشر سنين يعاد تركيبها وبثها مرة ثانية يعني دليلنا تأثير لم يوحى المجتمع الكويتي حتى لنا المجتمعات المتقدمة فيسبوك كون أن فيسبوك وواتساب وتويتر يخصص بحث وجهود للحد من الأخبار المزيفة الآن واتساب قلص عملية إعادة النسخ أو إعادة التحويل لعدد أقل من الممكن في السابق كان مفتوح الآن أصبح لي خمسة يمكن أن نزل العدد صحيح آخر تحديث عن واتساب خمسة فالتويتر حدث ملايين الحسابات الوهمية فيسبوك عمل تنقية وفلاتر لعملية تصفية الأخبار المزيفة لأن هذه الأخبار المزيفة أثرت على الانتخابات الأمريكية نعم الانتخابات الأمريكية تم اختراقها بالأخبار المزيفة وبالتالي إذا كانت هذه المجتمعات المتقدمة والمتطورة والتي هي خلقت أو صنعت هذا العالم الانتخابات الجديد هي تتضرر من هذا العالم ببالك نحن شعوب متلقية أو شعوب مستوى سأخليك تتكلم دائما أشوف ويك أقول فاصل 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 وشاهدين وسنعود رجعنا معكم مشاهدينا في هذه الحلقة لانتخابات التكملية 2019 عبدالوها طبعا أنت قريب جدا من مشاهير عالم السوشيل ميديا من فاشنستات وغيرها هل تعتقد أنهم يملكون التأثير على يعني عقلية خنقول الناخب الكويتي كما يملكون التأثير يؤثرون على عقله من ناحية المنتج اللي هما يسوقون حقه لا لا أنت تعتقد يعني الشباب سواء الأفني ما أعتقد الذكور والإناث يعني الذكور والإناث ما أعتقد أن التأثير السياسي موجود لغير السياسيين بشكل كبير ما لاحظت يعني نعم ما تعتقد أي منهم يعني أنا في أسباء ما بي مثلا مشاري بويابس مثلا فيصل البصري مشاري بويابس وفيصل البصري ما لهم يعني الزيرهم اللي دام يتكلمون في الأمور السياسية لا أنت ذكرتها يعني في مشاهير في فاشلستات فاشلستات لا يؤثرون سياسيا لا لكن مثلا اللي لهم بالشأن السياسي يعني مشاري بويابس يأثر على شريحة معينة فيصل البصري يأثر نعم سميرة أيضا تأثر لأن ما تكلم بالسياسة فيعني هي العملية من له يد أو رأي أو موضوع في السياسة من الطبيعي أن يؤثر لو على عدد صغير لكن أي مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي لا يتحدث سياسيين ولا يتكلم سياسيين ولا له جمهور سياسي مصداقية صفر سياسيين يعني لمن إي وانتخاباته يتكلم ممكن بالعكس ترد عكسي على من يحاول أن يروج له نعم تأيجي دكتور طبعا لأنها عالم آخر منفصل عالم المجتمع الاستهلاكي مثلا المنتجات والترويج لهذا المنتج لا أغيرة في مشاهير ثانيين يعني يتكلمون في أمور أخرى عندهم أراء سياسية هذا ما يعتبر هذا يأثر هذا يأثر هذا في مجاله نعم دكتور مواقع التواصل الآن ممكن أنها مثلا سنقول يعني تأثر سلبا أو إيجابا على المرشح إذا استخدمها بكثرة يعني يعني في بعض المرشحين يستخدمون الشركات لترويج لحملاتهم الانتخابية وبكثرة هل هذا يأثر عليه؟ هو يعتمد على نوع الخطاب يعني إذا كان الرسالة نوع الرسالة ونوع العبارات المنتقى ونوع الفكرة والمضمون مثل ما تفضل خب جوهاب قال أنه مثلا جوهاب البابطين طرح فيديو يعني مبتكر في قبل انتخابات يومين كان مؤثر جدا ووصل إلى وأدى الغرب فالفكرة بالمضمون المرشح هل عنده رسالة هل عنده الآن اختلفت في السابق كان يختار المفردات لأنه تكلم عن لغة مكتوبة الآن دائما العامل بما أنه وصل التواصل الاجتماعي الصورة صارت لها وضع أولوية الصورة والكاميرا والفيديو هو المهم في عملية لانطباع من الرسالة فيعتمد على نوع الرسالة ونوع الفيديو ونوع الصورة هذا كلها عوامل أما أنه يتكلم بلغة تغليدية ولغة فأعتقد التكثيف والتكرار ما يفيد نعم عبد الوهاب هل من الممكن أن نرى برامج سياسية منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير أو توجيه الناخب للانتخابات عن تركيز على مرشح أو لا هذا وارد جدا شفنا تجارب وعيد برامج سياسية باليوتيوب في الانتخابات التي طافت وكثير من الزملاء أيضا الذين كانوا في الإعلام التقليدي تجهوا لليوتيوب وكانت تجاربهم ناجحة شخصيا أعتقد أن تجاربهم ستكون أنجح في المستقبل أيضا اليوم في الانتخابات التكملية في برامج ناجحة للانتخابات التكملية على اليوتيوب من حق أي مرشح أن يكون قناة خاصة في اليوتيوب يروج فيها عن نفسه ومن حق أيضا جماعة تريد أن تدعم المرشح الفلاني أن يكون لها قناة في اليوتيوب تروج فيها عن المرشح فهذا أمر وارد طبيعي وأن أرى إيجابي والتأثير سيكون أكبر من على حسب المادة إذا تقدرين تقنعين الناس بالمادة اللي أنت قاعد قدمينها راح يتأثرون إذا بتقولين لحد شيء مكرر ومعاد وعشرين أو خمسين مرشح غيرك يقوله ما راح يقدر يأثر على أحد فهو فهو التحدي قبل كانت الفلوس في الإعلام تنقط على وين أطلع نعم اليوم الفلوس في الإعلام قاعد تنقط على الشنو أقول ووين أقول وشلون الأخراج وبالتالي بدلا أنا أشتري نص صفحة في جريدة بدلا أحط صورتي من الصفحة في جريدة لا أنا أسويلي أن تجلي فيديو في مادة ثقافية وسياسية وإعلامية ممتازة تأثر في الناس أكثر مما أحط صوري بالشوارع ولا أني أحط صوري بالجرائد نعم بس هذا التأثير اللي تكلم عنه عبدالوهاب هل سيصل إلى كل الفئات خنقول مثلا المرأة يعني فيه وايد حريم ما عندهم اهتمامات سياسية إنهم يتابعون يعني شالي يصير مثلا خلال الانتخابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي تعتمد على من التصوت من خلال التأثير مثلا الأسرة تأثير الزوج الأب يعني فهل رح يوصلها هذا التأثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إذا يسمحني الدكتور التسويق الإلكتروني متقدم جدا وبالتالي أنا أقدر أحدد أن أنا أبي مره من العمر الفلاني إلى العمر الفلاني وساكنه بأي منطقة وأوصلها حتى لو هي لم تسويت لفلو ولا قاعد تتابعني فوسائل التسويق الإلكتروني قاعد تتطور نعم في كثير من النساء يتأثرون مثلا البيت أو الأسرة أو الزوج أو الأب أو إلى آخره لكن أيضا فيها مش كبير من النساء يصوتون بمن يقتنعون به وبالتالي على المرشح أن يستثمر هذه الشريحة ليس كل الناس تصوت بالانتخابات سميرة بناء أن عشان هو سني أو شيعي أو أبدوي أو أحضري نعم هذا شيء موجود مع الأسف لكن فيه شريحة كبيرة تفوز وتخسر في الانتخابات وتصوت على قناعتها نعم شوفي الوقت المبكر حتى الآن للقياس أو الخروج بنتيجة صراحة الفكرة التواصل معي حديثة وما في دراسات تمت عليها للخروج برأي دقيق أو رأي نهاي مثلا الفكرة التي طرحها لقيا عبداللهاب على المرأة من التصوت هذه ما بحثت يعني الآن كلها انطباعات قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة بفكرة أن المرأة من يؤثر فيها هذا يحتاج إلى بحوث ودراسات وحتى الآن ما صارت بحوث يعني الواحد يطمعن ويخرج فيها نتيجة نهائية أن يقول أن وثال التواصل التواصل معي تؤثر بهذا الشكل أو ذاك أو حتى درجة السلبية نسمع عن أثار سلبية لكن قياسها بشكل ملموس يعني تخلم عن شكل بحثي إحصائي ولقاس عليه دائما لغة الإحصاء ولغة الإقام هي أكبر يعني دليل أو أكبر مؤشر اللي تقدر فيه استنتج الإنسان عليها أي نتيجة أو أي معلومة فبالتالي احنا أمام عالم حديث مسال التواصل ترى ما كملت 27 سنوات أو 8 سنوات وبعدين سرعة التطور فيها سريعة لدرجة أن كل سنتين ثلاثة يصبح هناك أمام نقلة يعني نعم بدأنا حنا في الفيسبوك تويتر سناب شات انستجرام اليوتيوب كل هذه طلعت بسنوات قليلة والإنسان الآن فيه فوضى فوضى في العلاء بوسائل التواصل أي هو أكثر تأثير حتى الآن لا يمكن يعني الجزم ما هو أكثر وسيلة تأثير نعم دكتور الآن السؤال الأخير يعني يوجه لكم أثنينكم هل ستكون المنافسة الشرسة في هذه الانتخابات أم سيكون هناك عزوف نوع من العزوف عن هذه الانتخابات تفضل دكتور أتوقع أنا نتيجة لأن تكلمتنا بالستة انتخابات في الدائرة الثانية خلال سبع سنوات هذا بالتأكيد يولد ملل دائرة الثالثة أكثر سبع انتخابات بمعنى أن تغريباً انتخابات كل سنة هذا الأمر يولد ملل يعني من مسألة ما يقل الرغبة في الحضور والحرص على الحضور وثانياً نسبة المشاركة دائماً في انتخابات تكميلية في كل الأحوال دائماً هي أقل على اعتبارنا عدد المرشحين أقل وفرصة النجاح أقل فقط مقعد واحد فأعتقد أن العامل المهم في انتخابات التكميلية 2018 هو الحضور والمشاركة نسبة الحضور والمشاركة هي التي ستحدد وأعتقد أنها ستحمل رسالة إذا كانت نسبة الحضور المستوى معين لها رسالة معين ما هي هذه الرسالة؟ لما نرى نسبة الحضور أنا شخصياً لا أتوقع يكون في نسبة حضور كبيرة الناس ما الانتخابات ستكون باردة المجلس لا يمكن أن يقدم أو يؤخر شيء في البلد ومستقبلها يعني مجلس بارد جداً ودخول اثنين مهما كانوا فاعلين لن يؤثر في مسيرة هذا المجلس وبالتالي الناس أعتقد أن وسطها هذه القناعة وما ستشارك بقوة والانتخابات شبه محسوبة يعني أنت تعتقد أن هذا المجلس لا يوجد إنجازات؟ لا أعتقد أن هذا المجلس يلبي رغبة وطموحات الناس هذا أقرب مجلس أن يكمل أربع سنين قاعدت أربع سنين دولي عندي قانونين وثلاثة تقعد أن تنذلي عليهم هذا يعني كلام فاضي وبالتالي لا يمكن أن يؤثر دخول أثنين نواب جدد في مسيرة هذا المجلس وأعتقد أن انتخابات محسومة ما رح حقول حق منه لكن أعتقد أنها محسومة في الثانية بكل تأكيد والثالثة يعني بين اسم واسمين ما رح تطلع ما رح تقول الأسامة لا ما رح أقولت شيئاهم فقلت محسومة متأكدت أقولت شيئاهم عقب الفاصل ولا بنختم عقب الختام لا عقب الختام وأنا أكتبهم بتفتر لا أقول أني قلت الدكتور والباحث السياسي صالح السعيدي شكرا جزيلا لك وطبعا الدكتور سيكون ضيف معنا في الحلقات الأخرى من هذا البرنامج وشكرا لك عبد الوهاب ونتمنى أن نشوفك مرشح إن شاء الله في الانتخابات العامة للسنة القادمة بدأت صوتين لي أنزل إن شاء الله صوت لك أنا ولا يهمك وشكرا لمشاهدين للمتابعة ونلقاكم غدا مع زميلي المتألق أحمد العنزي في حلقة جديدة من الانتخابات التكملية لـ 2019 سوفنا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر